ورقة جديدة تلقي بها ظهران لإيقاد جدوة شعلة نار فارس في اليمن والتربح في برصة الصراع على النفوذ في المنطقة وذلك بتأكيد نفوذها وامتلاكها لقرار ذنبها في اليمن المتمثل بميليشيات الحوثية عبر إيثاد حسن إرلو ممثلاً لها في صنعاب ثوب دبلوماسية ليكون أداتها المباشرة والمتحكمة بقرار السلم والحرب وتحرك كل الملفات المرتبطة بالميليشيات وربض كل ما يخص المشكلة اليمنية بهذا المندوب أما على الأرض فإن الميليشيات الحوثية تحتفي وتعتبر وصول سفير نعينة طهران إلى صنعان تصاراً دبلوماسياً والذي وعد الأول من نوعه اعترافاً بسلطتها غير القانونية والشرعية سياسيون اعتبروا التمثيل الدبلوماسي الإيراني لدى سلطة ميليشيوية لا يشكل أي مكسب لهما على صعيد العلاقات فليس هناك علاقة ندية أو استقلال في القرار بالنسبة لميليشيات الحوثية حتى تعتبر تعين سفير الملالي طهران اختراقاً في جدار المقاضعة الدولية دبلوماسياً لها وكون ميليشيات الحوثي تعمل دراعاً عسكرية لطهران وتنفذ أجندة وأوامر الدولة الفارسية في علاقتها بدولة المرشد الأعلى تجاوزت التمثيل الدبلوماسي إلى التبعية والذي تكشف حينما أعلن مندوب طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني واخر العام 2014 أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي التحقت بالثورة الإيرانية وبحسب مراقبين فإن مندوب طهران عملياً هو من سيدير بشكل مباشر كل ملفات ميليشيات الحوثية السياسية والعسكرية عبر الخبراء الإيرانيين الموجودين في مناطق سيدرتها كما يمثل وجوده في صنعاء رسالة للمجتمع الدولي بأن طهران هي صاحبة القرار وليس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثية وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أكدت أن قيام النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمرتبط بحزب الله اللبناني إلى اليمن تحت ستار سفير يكشف النية الواضحة لإيران لاستغلال الحوثينا لتوسيع نفوذها في المنطقة الحكومة اليمنية وعبر وزير الأعلام معاملة الإيرانية أكدت رفضها لهذه الخطوة ودعت مكونات الشعب اليمني والمجتمع الدولي إلى التنديد ورفض كل أشكال وجود الإيراني في اليمن وتمادي في سياسته العدائية يأتي هذا في وقت أعلنت في الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدني بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله بسوريا واليمن هيثم علي طبطبائي وتفضي إلى اعتقاله باعتبار أحد العناصر الإرهابية الذي قام بتوفير التدريب والعتد لزعزعة الاستقرار في اليمن وسوريا والذي يكشف عن مساء طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة